تعالوا تعالوا قربوا شوي 20.5 كيلو باللتر الواحد موديل السيارة 2022 4 سلندر بحسبها صغيرة 20.5 ضرب فل التانك تبعها وسعة خزان الوقود 40 لتر 820 كيلو بخزان واحد لهذه السيارة رقم ممتاز بظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا سيارتنا اليوم أحد السيارات الاقتصادية سيارة سيدان سيارة الحجم ولكن واسعة هوندا سيتي 2022 الجيل السابع حلقة اليوم برعاية أوتويني وأتويني عبارة عن منصة وموقع بيربطك بباعة محليين في كوريا الجنوبية في حال حبيت تشتري سيارة من كوريا الجنوبية ولدى أوتويني أكثر من 700 ألف عميل مسجل وباعوا سيارات لأكثر من 100 دولة كل اللي عليك تسويه هو زيارة موقعهم اللي موجود أسفل هذا الفيديو بالوصف بإمكانك البحث عن سيارتك المستعملة المفضلة بناء على ميزانيتك وبسهولة فيك تكمل عملية الشراء عبر الإنترنت باستخدام حل دفع موثوق ليش؟ لأن أوتويني بيحافظوا على أمان الدفع الخاص بك حتى يستلموا السيارة في موقعهم بكوريا الجنوبية وبيأكدوا أن السيارة تتطابق مع العرض عبر الإنترنت وبيضمن أوتويني شحن سيارتك أو استعادة أموالك وعشان تريح راسك أكثر بإمكانك طلب عمليات الفحص إلى أوتويني وخدمة أوتويني على فكرة بتوفر لغات متعددة منها اللغة العربية مقدمة السيارة الرياضية جداً لمسات باللون الأسود اللامع بتميز نسخة اللي معها نسخة LX Sport هاي نسخة يعني مسادفية فئة الشباب اللي بيحبوا هاي السيارات الاقتصادية ولكن بدوا شكلها جميل قريب جداً للشقيقة الأكبر السيفيك وعلى فكرة بالجيل السابع هذا اللي طلع في تايلند في نهاية عام 2019 السيارة كأبعاد صارت أكبر حجماً من الجيل التاسع للهوندا سيفيك اللي هي المفروض تكون أكبر منها اللي طلعت بين 2011 إلى 2016 فلكنت تخيل أن السيارة هذه الصغيرة السيدان صغيرة الحجم أكبر من المفروض تكون هي عليه المفروض تكون أصغر حجماً ولكن صارت أوسع بسبب الطلب الكبير عليها سيارة كلها لمسات أسود بدل كروم في نسخة ثانية ممكن يكون فيها كروم كنسخة الـ EX اللي هي أعلى من هذه اللي معاناً ولكن أغلى بـ 4000 درهم أو ريال تقريباً في عنكم هون لمسة شبيهة بالكربون فايبر كنقشة ولكن هذا أكيد مو كربون فايبر هذا سنعتبر مثل تلبيس للسيارة ولكن مقدمة السيارة تعتبر جميلة جداً ما في أي حساسات ما في أي شيء كتصميم يعتبر جميل LED وإضاءات هلوجينية جميلة بتميز الفئة اللي معاناً وأكيد الفئات القياسية موجودة ولكن ما بيكون فيها هاي إضافات الجميلة اللي معاناً 16 مع إطارات 185-55 الجميلة جاي بلون السيلبر والأسود اللامع فيه جنوط أصغر 15 تجاه الفئات القياسية أما الفئات أعلى أيضاً يكون عليها جميلة 16 ولكن ممكن يكون تصميم مختلف إطارات يوكوهاما السيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات فرامل السيارة تعتبر جيدة جداً نسبة وتناسب مع حجم السيارة والغرض المصنوعة أنا هاي الطريقة ما بارك ما تحيبطلوها شركات السيارات حطوا جمبينات وخلاص ما حتى تفرق تير بالتكلفة يعني هاي الطريقة عمرها أطول يمكن ما بصير لا ما في داعي للصيانة محرك مثل ما عبتشوف أمامكم بتقنية البيتك ألف وخمسمائة سي سي أو واحد ونصف ذيتر وون بوينت فايف أربعة سيلندر تنفس طبيعي بقوة مية واحد وعشرين أحصان والعزم مية وخمس واربعين نيوتن متر ستين سبعين تمانين تسعين نية من صفر رمية خلال 11 ثانية ونص وسرعة قصة توصلة 190 كلمتر في الساعة شوفوا جماعة الخير السيارة أرقامها منطقية بالنسبة للغرض الصانعين السيارة منه فما تجي تتوقع أداء تايب آر على الأقل أنا بتكلم عن نفس العيلة هوندا سيفيك تايب آر هذه السيارة اقتصادية تسارعها متواضع لأنه مصروفها كويس فمو مصمم السيارة تتسارع فيها تسارعات خيالية هلأ القصة وين المكينة حلو للطرقات اللي هي مو سريعة للطرقات الداخلية عرفت كيف ليش أنا محرك صغير قوة الحصانية منطقية ضواجان وكل مكان أقل بالنسبة للار بي ام كل مكان تصار فيه السيارة أكتر عشان هاي الأرقام الموجودة تجيبها انت العشرين ونصف كيلو باللتر الواحد لازم تكونوا سرعتك منطقية ما بتقدر تمشي 140 عشان وتجيب هاي الأرقام ومكيف شغال وكل شيء سيكون في ضغط كتير على المكينة عشان تمشيك هذي المسافات عرفتوا كيف وهي الشرعات فبكل صراحة إذا بكتوصل لأرقام ذاكرتها الشركة لازم يكون ممشاك منطقي بالسيارة بسرعات منطقية 80-100 بهالطريقة عرفتوا كيف ولكن إذا مشيت فوق المية لا تتوقع تمشيت 800 كيلو حتمشي 500 وشي ممكن 600 كيلو على حسب اللي جرب السيارة خبرنا أنا تقريبا ممشاي كان حول فوق الخمسمية كيلو بكل صراحة أكيد ولكن أنا كتجربة السيارة أخذها كميومة فكيت أدعس وداما مكيف شغال فإني ما فيني حدد بالضبط أنه صار فيت سيارة طبيعية لأن أنا استخدامي إلها لمدة أسبوع فقط فاللي جربها استخدام أكتر يخبرنا ولكن فوق الخمسمية كيلو أكيد تمشي من السيارة ماشاء الله تبارك الله تعليق على الموضوع أنه جدا مكشوف لو يكون في كفرات كان حيكون نوعا ما أفضل وأرتب وما بتوسخ بهالطريقة ويعني بيترتب بشكله أكتر شوفوا كيف الوايرات كلها طالعة على الطريقة فلو في كفرات كان حيكون أرتب نوعا ما في محركات ثانية نعم في تايليند في عنكم محرك تلاتة ستندر سعة لتر واحدة أو الف سي سي توربو تشارج بقوة 120 أحصان وعزم 175 يوتن متريني عزم أفضل من المحرك اللي معانا لليوم فبالتالي أنا متأعاني من العزم بهي السيارة أو بحاجة لقوة أكبر أو محرك أكبر في حال أنا كنت ماشي على طريق سريع ماشي 120 وقررت أني أتجاوز وبدعس هون بحس أنه السيارة أنا كريم بحاجة لها محرك أقوى يلبيني يعني أنا السيارة خصوصا حاليا على أربعين ويلا يلا فعند التجاوزات كل صراحة ما حتحس أنه أنت راضي كفاية خصوصا أول فترة أنت فيها تتعامل مع السيارة فتحتاج وقت عبل من تتعود على السيارة وبتعرف أنه هي مو مصممة لهاي التجاوزات المفاجئة رغم أنه غيرها سيفي تي في التجاوزات أفضل من القير الإثماتيكي التقليدي ليش؟ لأنه سرعة واحدة ما حيقعد ينزل لك غيار عشان يدعس أول ما تدعس جاهز والسيارة بهذا المحرك اللي معانا اللي اليوم تتوفر بخيار غير عادي ستة غيارات ولكن ما بعرف إذا بتوفر عن كل وكلاء خبروني إذا بتوفر عنكم أو لا فالإمارات ما أعتقد يتوفر وفي نسخة هايبرد العشاق الهايبرد أيضا في بعض الوكلاء ممكن يوفرها نفس الوان بوينت فايف ولكن معه مثل البطاريات داعمة وبوتور كهربائي البنزين بيطلع 97 حصان والكهرباء بيطلع 108 حصان فقوة سيارة اعتبر كويسة وتوصل معاك تقريبا 200 وخمسة إذا جمعناهم مع بعض وفي عنكم نسخة ديزل ماتقة تتوفر في دول شرق الأوسط بيكون 1500 سي سي أيضا توربو بقوة 98 حصان فقط ولكن عزمه جميل 200 نيوتر متر بتوفر فقط قير عادي ستة سرعات مرايا السيارة بنسخة السبورتج باللون الأسود اللامع أما النسخة العادية ممكن يكون نفسهم السيارة ممكن بعض الفئات يكون فيها كروم أما فئة الفل اوبشن فالإضافة اللي بتكون موجودة مو موجودة بأي شيء ثاني هو الإضاءات تبع الإشارة بتكون موجودة على مرايا السيارة وهذه قابلة للطي يدويا أما نسخة الفل اوبشن الـ EX بيكون الطي تبعها كهربائي نظام الدخول بالمفتاح أو الدخول الذكي للسيارة مع تشغيله عن طريق الزر أيضاً بيجي على الفئات العلية أما الفئة القياسية ما بيكون فيها هذه المواصفات حكيت أنا من شوي أنه هذا الجيل السابع من الهوندا سيتي بشكل عام ولكن كسيدان يعني هذا التصميم اللي هو أربعة بواب مع الصندوق الخلفة بهذه الطريقة يعتبر الجيل الخامس تمام؟ ولكن سابع كسيتي بشكل عام ليش؟ لأن أول ما طلقت سيارة عام 1981 كانت سيارة فقط تجي بتصميم الهاتشباخ وعلى فكرة بالجيل الجديد كلياً رجع أيضاً طراز الهاتشباك لأنه توقف لمدة 26 سنة تخيلوا آخر مرة نزل الهاتشباك في الـ 94 فتوقف في الـ 94 لعام 2020 خلنا نعتبر تقريباً رجع الآن جيل جديد من الستي بنسخة هاتشباك بتكون أقصر من نسخة السيدان بـ 20 سنتي و 8 ملي يعني أقل من 21 سنتي بشوية شايفين تصميم هذه الإضاءة صح؟ من قبل خصوصاً مع التكحيل الموجود شبيه الفئة الثالثة من BMW فلو والله شلنا وحطيناها على الفئة الثالثة حيضبط معها ولا لا؟ أو لو جبنا ضو الفئة الثالثة وحطيناها على الهوندا سيتي حيضبط عليها ولا لا؟ فتصميم السيارة بكل صراحة جميل مع الجناح اللون أسود ألا هاي حركة الكاربون فايبر ممكن بعض الناس تحس أنه لا يا خلوها أصلي يا بل هاي السيكارات ولكن عامل الجو أنا عن نفسي كان ممكن أخليها لون أسود لامع حتكون يعني أرتب يا تكون كاربون حقيقي يا أما يكون أسود لامع حتكون أرتب بكل تأكيد بصمة السبورت على يمين السيارة ما عندي حساسات لا أمامية ولا خلفية وتصميم الصدامات أمامية خلفية بهالطريقة عن نسخة السبورت يعتبر نسخة مميزة يعني بيتغير عن باقي السيارات يعني مو فقط إضافات حتى تصميم الصدامات يختلف فما في حساسات أمامية وخلفية ما نعرف ليش ولكن في عندك أنت كاميرا خلفية على السيارة وعندك صندوق خلفي يعتبر ممتاز جداً كحجم حجم الحمولة 510 لتر تعال شوف كيف استغلال المساحات شايف هون كيف الحفرة الموجودة النحت الموجود الداخلي ري يعطوك حجم حمولة ممتاز بالنسبة للسيارة 510 لتر يمكن أكبر من كثير من السيارات الأكبر منها حجما طبعاً نضبط المقعد أني أنا الساق فيني بهالطريقة أنا عادي يكون مرتاحة وفيني يرجع أكثر أني يكون مريح بهالطريقة يعني أني ماشي مسافة طويلة فأنا طولي 180 تعال نشوف المساحة الخفية كيف حتكون يا رب هذا اللي بتكلم عنه نسيارة بعد حجم مساحتها شوفوا ما شاء الله مثل ما بتشوفوا مساحة جداً ممتازة حتى من ناحية الرأس تعتبر مساحة ممتازة جداً بالفئات العلية اللي هي LX و EX بيجي عندك تكييف خلفي أما الفئة القياسية ما بيجي فيها تكييف خلفي فركزوا جداً على هذه النقطة يا جماعة الخير يعني حتى الفرق مو كبير بالسعب يعني الفئة القياسية يعتقد حوالي 61-62 ألف درهم حتشوفوا الأسعار بالضبط في نهاية الحلقة لكل الفئات ولكن الفئة اللي بعدها بيكون فيها تكييف خلفي فركزوا بهذا الموضوع جداً مقاعد قيماشية سواء كان لون الفاتح أو عمكم ألوان مثل أسود الفئة الفل أوبشن ال-EX بيجي عليها مقاعد جلد تمام؟ وأيضاً فئة الفل أوبشن بيجي عليها مسند وسطي مع حاملات تكوابل معانا ما فيها مسند وسطي فيها مشابك لتثبيت مقاعد الأطفال الآيزوفيكس وتعالوا نشوف الآن الجلسة بالوسط كيف حالاً حتكون مريحة رأسي شوي بضرب بكل صراحة تمام يعني حتكون أكيد ضيقة كعرض ولكن كأمام الركب تمام يعني لو أشخاص كبار أيضاً جنبي ما هنكون كثير مرتاحين بس السيارة بشكل عام شرحة حرفتوا كيف؟ الآن نجي ننتقد بالسيارة ولكن يعني كل الميزات الحلوة بالسيارة بالنسبة للسعر ولكن للأسف ما في وسائل هوائية خلفية أبداً تمام فهذه نقطة أيضاً صلبية جداً على السيارة بالنسبة إلي أنا أنا بركز وهذه السيارة تأخذها عائلة صغيرة رجال وزوجت وعندوا طفل أو طفلين سيارة اقتصادية فلازم يكون في وسائل خلفية هوائية عشان سلامة العائلة الكامل أو حتى لو كانت سيارة شركة عشان سلامة جميع الموظفين فللأسف نقطة سلبية على السيارة إضافات كلها طبعاً بلاستيك أكيد مش هيطولك جلود وما جلود آخر كل شيء بالسعر ولكن معروفة هوندا بجودتها الكويسي بسم الله التشغيل عن طريق الزر بالفئات العلية أيضاً بالفئات القياسية ما فيه أيضاً من الأشياء الموجودة على الفئات العلية مثل LX والEX بيأتي عليها شاشة تعمل باللمس مقاس 8 إنش ما فيه نافيجيشن ولكن تقدر توصل تليفونك أو جوالك الآيفون للأبل كار بلي وفيها بلوتوث فيها نظام صوت أربع سماعات نظام الصوت كأربع سماعات يعتبر جيد جداً ركز أنا بتكلم كأربع سماعات يعني أنا مجرب سيارات بهذه الأسعار ولكن نظام الصوت يكون فيها عادة رديق هاي أربع سماعات تعتبر جيدة جداً بالنسبة للسيارة ما عم بقارنها بأنظمة الصوت الخارقة نسخة الفل أوبشن اللي هي الـ EX بيأتي عليها تويترات النظام الصوت سيكون أفضل شوي حبتين تمام ولكن هذا بالنسبة لي ما حييفرق معي الموضوع طالما أنا أخذ هذه السيارة إذا أنا عاشق للصوت الجميل كاللظام صوتي فيني ركب أفتار ماركت وضبط سيارتي مثل ما بدي طيب هاي الشاشة بالآن شايفين ظل بوضع تمام الرؤية فيها ممتازة ولكن حتى تكلمت أنا في سناب شات وفي انستجرام حساباتي ظاهرة أمامكم أن الشاشة في وقت الظهر بأوقات معينة بشكل عام جودتها ركزوا فيها قرب عبوت شوف جودتها أقل من جودة الشاشة الأصلية فبوقت الظهر أداء الكاميرا إذا السيارة معرضة للشمس سيكون منظرها أو رؤية فيها تعبانة نوعا ما وهذا الشيء أيضا وافقني فيه الرأي أحد متابعين حبايب المنكة العربية السعودية اللي بمتلك السيارة موديل 2022 وخبرني كلامك صح أنه في وقت الظهر والشمس القوية أحيانا الكاميرا رؤيتها تعبانة أو الشاشة بشكل عام رؤيتها تعبانة فأحبيت أحكي هذه الملاحظة أبم أن أتكلمت عن متابعين حبايب السعودية أيضا في أحد متابعين حبايب اسمه محمد قال لي أنا متابعك من 2013 قال لي أنه في نسخة اللي عندنا في السعودية تيجي الطارة أو ديركسونة أو عجد قيادة بكون فيها تطريز بلون أحمر رياضي مع تصميم معين يعني مختلف أيضا هي معنومة حبيت أذكرها أنه فيه اختلاف حسب الوكلاء كل واحد يطلب مواصفات معينة ولكن كشكل خارجي متقارب تكيف السيارة كياباني كويس ولكن ليس الأفضل يعني مو أفضل من تكيف نيسان مو أفضل من تكيف ديوتا خصوصا بالحرارة الحالية في الصيف الحرارة 46 و 44 من فوق الـ 40 طول الوقت فبصراحة أحاول أرفع داما مكيف بشكل عالي حاليا نخليه مروحة واحدة عشان الصوت المايك ما يتأثر تمام؟ ما نتكرمنا عن المكيف أيضا الفئات العليا يأتي فيها التحكم أوتوماتيكي أما الفئات الأقل يأتي فيها أقراص مساحات تخزين حلوة جدا في السيارة لأغراضك للجوالاتك لأكواب بكل مكان في عندك استغلال مساحات أشياء فيك تحط فيها مثل ما تشوف مثلا فين حط تلفوني بها الشكل فين نحط بهالمكان عرفتوا كيف فيه أماكن تخزين كويسة جوى السيارة عندك مداخل يو اس بي 2 واحد لعشان الجوال تشبكه على الشاشة وواحد عشان أيضا تشبك يو اس بي فيك تشعن تلفونك وغير ذلك وفيه مدخل طوى وسائد هوائية واحدة يمين وواحد يسار أمام السائق عندك الهاند التقليدي في ناس تحبه إلى الآن في الطريقة عندك مسند وسطي مع مساحة تخزين صغيرة التحكم في المقاعد كلها يدوي كل الفئات عجلة القيادة ما نتكلمنا عنها على اليمين في مثبت سرعة مثبت السرعة ما بيأي على الفئة القياسية بيأي قطع الفئات الـ LX و EX على اليسار التحكم في الصوت والبوتوث والأمر الصوتية لو نشوف عنا الـ Shifting Battles أو مقابض تقل السرعة على عجلة القيادة هيت تجي على فئة LX Sport و EX Full Option تمام؟ والجير بشكل عام عندك وضعية Drive و وضعية Sport اللي بيخلي يعني دائما طالع كل قوة السيارة تمام؟ و عندك زر الإيكو مود اللي هو بيخفف من صرفية السيارة ما بيطلع لك كل القوة بيضعف من أداء المكيف أيضا بشكل خفيف عندك أزرار بالخلف عشان موضوع الرحلة والساعة وتصفير العداد و عندك على اليسار مانع الزلاق و زر ضبط ضغط الهواء بالإطارات و بالأسفل عندك الزرين واحد لفتح الصندوق و واحد لفتح خزان الوقود التحكم بالمرايا كهربائي ولكن الطيّدة و كما خبرتكم و النوافذ كهربائية نوافذ الساق و ضغطة واحدة و ضغطة مطولة يعني أما الباقي لازم تضلك كابس مطولة إضاءة السيارة باللون الأبيض الداخلية تمام؟ هوندا سيتي كخلاصة السيارة مميزاتها جميلة حكيت تعليقاتي عليها من ناحية شاشة من ناحية ما فيه أرباقات بكل مكان ما فيه حساسات أمامية خلفية الكوريين والصينيين هيتفوقوا شوي من ناحية تكنولوجيا زيادة ولكن هوندا هون اعتمد التصميم جميل و اسم و جودة كويسة كهوندا و سعر منافس بكل صراحة جميل جدا سعر السيارة يعتبر بظل ارتفاع اسعار السيارات عالميا ما فيه مواصفات كثيرة السيارة في كل صراحة قيادتها عزلها يعتبر منطقي ما حبالغ في الموضوع بصراحة قيادت سيارة عادية لا تستمتع عن أداء رياضي أو ثبات خرافي لا 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 قيادت سيارة عادية جدا ما أشف فيه أي شيء مزعج كأصوات عزل بصراحة و ديكورات في كل مكان هذه السيارة بشكل عام مبيعاتها جدا عالية في كثير من الدول تخيلوا 25% مبيعات الهوندا سيتي فقط في السوق الهندي يا جماعة الخير الهند في شهر معين أعتقد شهر ديسمبر 2020 إذا ما أخذرني باعوا أكثر من 6000 سيارة بشهر واحد و في ماليزيا في 2020 باعوا ستين ألف سيارة وأكثر شوي مبيعات السيارة عالية بهاي الدول وتستهدف هذا الجمهور فأنتو خبروني كيف انتشار الهوندا سيتي في منطقتكم هل بتشوفوه أكثر من السيفك ولا السيفك أكثر ولا باقي المنافسين أكثر البميز الهوندا عن باقي المنافسين تصميمها جميل ومحركها يعتبر اقتصادي ومرغوب كيفيتك لا سأقول عليكم أكثر من تابعونا لكل شي جديد في عالم السيارات ونحو الشعر الدائم العالمية بسم العرب مع عربتين السلام عليكم